موسيقى تحية طيبة مشاهدي شرقية في كل مكان اهلا بكم الى اخبار الفلك لهذا اليوم للمشاركة والتواصل يمكنكم الاشتراك من خلال رقمي الهاتف 009714 0672 مكرر 89 009714 0672 890 مهي امام حضراتكم للمشاركة فاصل ونواصل ونبدأ كالمعتاد مع القمر يكون القمر في برج القوس الناري حتى الساعة الخامسة من فجري الاربعة بعد ذلك يكون في برج الجدي الكرابي ويظل فيه حتى الساعة السابعة وثلاث دقائق من صباح الجمعة ثم ينتقل الى برج الدلو الهوائي ويمكث فيه حتى الساعة الثانية و42 دقيقة من ظهيرات يوم الاحد إذن هذه وضاية القمر في الابراج حاليا وحتى فجر الاربعة في برج القوس الناري من فجر الاربعة وحتى صباح الجمعة في برج الجدي الترابي ومن صباح الجمعة وحتى ظهيرة الحد في برج الجدي الترابي اثناء امتقاد القمر من برج الى اخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع حد الكواكب تتشكل فترة غير ايجابية لا تصح مبادرة لأي خطوة جديدة ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاتيادية كالمؤتد دون ادخال اي تغيير عليها فيما لهذه الفترة السلبية الفترة الاولى يوم الاربعة من الساعة الرابعة واربعة وثلاثين دقيقة فجرا وحتى الساعة الخامسة فجرا الفترة الثانية يوم الخميس من الساعة العاشرة ودعش دقيقة ليلا وحتى الساعة السابعة وثلاث دقائق من صباح يوم الجمعة عندما يكون القمر في برج الجدية الترابي نعود الى طبيعتنا الجادة ونحاول انجاز عمل متراكم نجد ان الامور لا تسير معنا بسهولة وقد تسيط الروح التشاوم على البعض منا علينا بذل المزيد من الاجتهاد لكي نضمن النجاح بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحف اثرية والبدأ بحمية اذا المشاهدين الكرام للمشاركة والتواصل يمكنكم اشتراكم في ارقام الحواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشة وننتقل لاول مشاركة هاتفية نشوف منها الخطأ الو نعم السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا بك من يا ايه احمد جبار اهلا وسهلا احمد يا مواليد احمد مواليد انت تسعنية اربعة اثمانية اللي بحضة اشوفي عن الطالع يا يوم يا شهر احمد اه شهر الثاني ام اثمانية الشهر الثاني ايه يوم اثمانية ثمانية اثنين اربعة اثمانية صح خمس اربعة واحد الصبح لو بالليل لاحظة واحدة على الاقلاب يكون الجوزاء بس اتكد اكثر او السرطان الثور اثمانية اثنين الف تسمية واحد اثمانية داعش نص الثور الثور انت من مواليد احمد من مواليد برج الدلو اطلع الثور ادك سؤال محدد اخر ببالك وياي احمد اهلا وسهلا بك ناخد تصالات في اخر اهلو اهلو نعم اتي على الهواء اهلو اهلو مرحبا مرحبا اهلو وسهلا ممكن اشعر الثور فضيتي على الهواء من ايها يا الخط بيريفان بيريفان اهلا وسهلا بيريفان يا مواليد واحش واحد ستة نعم واحد ستة نعم واحد وتسعين واحد وتسعين بيريفان اتي من مواليد برج الجوزاء ارقامك واحد وخمس وتسع عند السؤال محدد انا معاقصة والزوج اوكي سعب ايش موالودة يعني بدين عشرة والنص وبلية عشرة بكسر جوهر اه عشرة السابح نعم اوكي اشرة والنص بلية عشرة ما مشكلة اه عدنا واحد ستة لفتسعمية وواحدة تسعين عشر ونوص عشر ونوص الصباح السواج والعاطفة بيريفان طبعا انتي من مواليد برج الجوزاء مثلا ما ذكرت لي اتطالع الاسد اذا جاي بالعشر ونوص تقريبا وفوق ما عندك متأكدة ااسف من التاريخ هذا يكون عندك قد يكون عندك شوية تأخير بالزواج من سببها يكون اذا بالعشر ونوص ضبط ما عندك اي مشكلة اذا فوق العشر ونوص قد يكون عندك شوية تأخير دقيقة عشر ونوص لا ما رح يكون عندك تأخير اسف من ناحية الزواج الفترة الحالية فترة ايجابية من ناحية العاطفة والارتباط لمواليد برج الجوزاء من ناحية على اعتبار انه حاليا كوكم زهرك المسؤول عن الفن والجمال والعاطفة مسؤول في موجود في برج الجوزة برجكم فبالتالي اكرر الابراج المستفادة حاليا من ناحية الاطفية تقريبا هي برجة جوزها بالدرجة الأولى وبالإضافة إلى موليد الأبراج الهوائية والنهرية حاليا فترة إيجابية تستمر لغاية 15-5 بعد 15-5 من 15-5 لغاية 27-6 هذه الفترة غير إيجابية بتاتا من ناحية عاطفية ولا للشروع بعلاقة عاطفية جديدة أو تمام خطبة أو زفاف فآن ذاك الفترة ستكون سلبية اللي يبدأ علاقة أو يتزوج تكون عنده مشاكل وما تنجحها للمدى البعيد الفترة الثانية تكون إيجابية من 27-6 تستمر فترة إيجابية عدتكم موليد برجة جوزها تستمر لغاية 8-8 هذه الفرصة كلها إيجابية من ناحية العاطفة الارتباط الزواج إلى آخره وعدكم فرصة ثانية خلال السنة تكون بالتحديد من فرصة ثانية من نهاية العاشر من 29-10 هتكون فترة إيجابية لغاية يوم 22-11 هاي الفترة الثانية خلال السنة والفترة المثالية والأنسب للارتباط والزواج هتكون خلال السنة هذه أيضاً من 16-12 وصاعداً إن شاء الله يكون جاوبتك ناخد اتصال هاتف أوكي مشاهدين الكرام موليد الفترة الحالية ينتمون إلى المجموعة النجمين معروفة بإسم برجة الثورة الترابي تعالوا معنا نتعرف على أبرز صفات طفل برجة الثورة الترابي يمي الأطفال هذا البرج لأن يكونوا وحيدين وربما تجدهم في بعض الأحيان لديهم صديق واحد أو اثنان ليس أكثر فتاة هذا البرج عندما تلعب مثلاً لها طريقة معينة تلعب بها دون الاستماع إلى الآخرين وان استمعت فتجدها لا تقبل بتغيير لعبها ما لم تقتنع بشكل كامل وتوافق على أن تغير طريقة لعبها فتاة الثور تجيد الألعاب الجسمية الرياضية يشجع أطفال هذا البرج لأن يكتشفوا قدراتهم في الفن الموسيقة المسرحة والأشياء التي تتعلق بالطبيعة فأنهم يكونون خارجاً ويتمتعون بالطبيعة ويزيد نشاطهم فيها فالثور ينسى الوقت عندما يكون أو تكون بانتظارك فالأفضل هو أن تشرح له ما يصب إليه ولماذا؟ ومن ثم تسأله أن يعدك بأن لا يكرر مثل هذا الفعل مرة أخرى لأن نسيان الوقت ينسي كل شيء يدور حوله إذن مشاهدين الكرام للمشاركة والتواصل ممكنكم نشتراكم من خلال أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وعودة للمكالمات نشوف منها الخط أتفضلوا أساس اسمعتي من موالد برج الدولة شنو السؤالك؟ يعني ان الحاب عنا الرزيق الزواج من ناحية الحاب هذي السنة فترة ايجابية لكم ان شاء الله تبديعتكم اذا تسمعيني من التلفزيون تبديعتكم من نص شهر ستة او خلينا نقول من سبع وعشرين ستة وصعد تكون افضل ان شاء الله على اعتبار عن ذاك رح يكون كوكب المشتري في برجكم بالاضافة الى كوكب الزهرة فتبطيكم فرصة ايجابية خاصة الفترة اللي رح تكون لحد ثمانية ثمانية هاي الفرصة ايجابية لكم ان نجربوها نحطكم في صورة عامة للمزوجين ايضا تكون ايجابية للحامل والانجاب في صورة عامة للعزاب تكون فرصة للارتباط عاطفيا من ناحية عاطفية من ناحية الرزق فترة اللي مضت عانى مواليد برج الدلو من نفقات قوية ما زالت مستمر لغاية تستمر لغاية ثلاثة سبعة بعد ثلاثة سبعة يرجع الوضع المادي لمواليد برج الدلو على وضع طبيعي يكون افضل من الشهر الماضية من تقريبا من ناحية سنة 2012 بدعتهم يستمر لحد تاتة سبعة والزواج مثل ما ذكرت ايش الارتباط هذه السنة ايجابية لمواليد برج الدلو من ناحية الحظ العاطفي والمالي فبالتالي تكون اتقوم عدة فرصة للارتباط العاطفية قد توديوا حتى منهم الى خطوبة والزواج هذا الشي يستمر لغاية نهاية شهر ستة من السنة الجاية ان شاء الله يكون جاوبت وش ناقل تصال الو السلام عليكم وعليكم السلام الو اهلا وسهلا النقم يا مواليد الو اهلا وسهلا بي شهر مواليد خمس طعش ستة ثلاثة وثماني خمس طعش ستة ثلاثة وثماني تسعة ستة فمس تسعة ستة وثماني تسعة ستة وسبعين دقيقة واحدة النقم ناقص جديد البحث التسعة ألف وتسعائية ستة وسبعين اتوا جديد النقم العلاقة المفروض تقريبا كل جيدة جدا كعلاقة هي الجوزاء والعذراء من العلاقات الإيجابية بس بحالتكم لا علاقة تعتبر إيجابية ذا كانت الرغبة الصادقة ومتبادلة بين الطرفين سؤال آخر نغم من 12 للوحدة من ناحية العاطفة فترة إيجابية هاي الفترة لحاد 15-5 من 15-5 لحاد 27-6 هاي حتكون فترة غير إيجابية لازم تكونين صبورة أكثر خاصة تنوية زوجتك انت بوجه خاص بما انت موليد برج الجوزاء من 27-6 قدج فرصة إيجابية لحاد 8-8 هاي من ناحية عاطفية من ناحية الحق تعتبرين تقريبا اعتيادية طبيعية شوية قد الصعوبات بس مو مذيك الصعوبات اللي تخوفت تتحملين مسؤولية بس مع ذلك أوكي يعني ماكو شيء مثلا من هذا الشيء القوي اللي يخوفه بخارتتش إن شاء الله أوكي نغا كل الزين كل الزين كل الزين هاي السنة اللي هم موليد برج العذراء أحسن سنة من ناحية العمل بس خلي ينتبه من 15-5 لغاية 27-6 بعد 27-6 وصاعد تستمر لحد نهاية شهر 6 من السنة الجاية كلش إيجابية وأفضل أبراج اللي حيكونون مرتاحين من ناحية العمل هم موليد برج العذراء إن شاء الله أوكي نغا شكرا للتصالج مشاهدين الكرام نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشعر كل منها حسب برجه ونبدأ مع موليد الحمل تنشطونا في السفر والاتصالات لا سيما البعيدة ومنكم من يتابع قضية قضائية تشعرون بقوة العاطفة في حياتكم بيسعكم التقدم من امتحان أو إجراء مقابلة من فجل الأربعات تنشحونا في تدعيم مركزكم الاجتماعي فترة مناسبة لمن يبحث عن عمل من صباح الجمعة بيسعكم تلبية دعوة دعوة من صديق أو المشاركة في حفل أو مناسبة سعيدة الثور تنشعرون في إدخال تعديل على ميزانيتكم ثمة فرصة لمكسب مالي مع ذلك أحذروا نفقات غير ضرورية قدر المستطاع صحتكم وصحت قريبا لكم بحاجة للرعاية من فجل الأربعات تنجحونا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات من صباح الجمعة تتاح الفرصة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل يدفع بمصالحه قدما الجوزاء تشعرون بقوة العاطفة وتزاد رقبتكم في تعزيز علاقتكم بأحبائكم فترة مناسبة لتوقيع قد أو تمام خطبة أو الزفاف من فجل الأربعات هم يكون في تنظيم شؤونكم المالية والفرصة متاحة لمكسب مالي من صباح الجمعة تنشطونا في سفر أو اتصال بعيد السرطان انتبهوا اكثر الى صحتكم سيدة راكم العمل لديكم من فجل الأربعات تلتقون اشخاصا ترتاحون اليهم وتعززون علاقتكم بهم فترة مناسبة للشراكة من صباح الجمعة هم يكون في ادخال تعديل على ميزانيتكم الفرصة متاحة لمكسب مالي الأسد تشرون بقوة الحظ في حياتكم عاطفيا وماليا تسعدون من خبر يتعلق بأحد أولاديكم بوسعكم شراء ورقة يا نصيب من فجل الأربعات راكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم من صباح الجمعة بيسعكم التوصل الى عقد تجاري او تمام خطة او زفاف العدرات تفضلون التركيز على شؤونكم البيتية والعقارية كونوا اكثر تفاهما لوجهة نظر احد افراد العائلة من فجل الأربعات تزاد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك جمعكم بأحبائكم تسعدون من خبر يتعلق بأحد أولاديكم لا تبالغوا في تجربة حظكم من صباح الجمعان تبهوا الى صحتكم والى واجباتكم الغذائية اخلدوا الى الراحة الميزان تكتر لديكم الاتصالات والتنقلات الفترة مناسب الاجتياز الامتحان او التركيز على الدراسة حافظوا على دبلوماسيتكم اثناء التعامل مع اخ او جار من فجل الأربعات تنهمكون في ادخال تعديل على مسكنكم وعلاقتكم العائلية من صباح الجمعية قف الحظ في صفكم عاطفيا وماليا بوسعكم شراء ورقة يا نصيب العقرب تنهمكون في ضبط ميزانيتكم تمت نفقات متعددة امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية من فجل الأربعات تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويكون لديكم تعامل مع اخ او جار فترة مناسبة للمطالعة من صباح الجمعة تشارونا بارتياح داخل البيت وبين افراد العائلة القوس تستعيدنا نشاطكم المفقود وتنجحون في السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم رغم بعض العقبات من فجل الأربعات تتاح الفرصة لمكسب مالي من صباح الجمعة تنجحون في جراء مقابلة او اجتياز امتحان الجديد انتبهوا اكثر الى صحتكم تفتقدون رغبتكم في انجاز الكثير من عملكم المتراكم خذوا قصطا كافيا من الراحة من فجل الأربعات تفتحون صفحة جديدة تعيد اليكم حيويتكم وتنجحون في تحقيق خطفة جديدة تدعم من مكانتكم من صباح الجمعة تحصلون على مبلغ من المال من عمل اضافي او تستردون مالا يعودوا لكم ابدلوا تسعدون من لقاء اشخاص قريبين من فؤادكم وتعززون علاقتكم بهم وتجدون الاصدقاء يرغبون في دعوتكم وقضاء وقت ممتع معكم من فجل الأربعاء يسيطر التعب الشديد عليكم اخلدوا الى الراحة ولا تبالغوا في جهدكم الجسماني من صباح الجمعية تغير الوضع لصالحكم وتستعيدون حيويتكم ونشاطكم اخيرا وليس اخيرا الحوت ينصب اهتمامكم حول المحافظة على سماتكم ومصالحكم في مجال العمل كونوا اكثر صبرا وتفاهما لوجهة نظر المسؤولين عنكم من فجل الأربعاء تسعدون من لقاء اصدقاء وتعاونهم معكم من صباح جمعات تراجع صحتكم وتجدون صعوبة في انجاز الكثير مما لديكم من عمل متراكم لا تتركوا العصبية تسيطر عليكم مشاهدين الكرام كانت هذه ابرز المجالات التي تشغل كل منها حسب برجه والله اعلم فاصل والواصل اذا المشاهدين الكرام عودل المشاركات الهاتفية نشوفها خضع له نعم السلام عليكم وعليكم السلام فضلي فضلي تعال هو مني يا ايه اه ادي مؤهد نعم يا مواليد مواليد 84348 اوكي هده اتي من مواليد برج الحمل عنده السؤال محدد اريد اولا اريد عن الزواج سعبهش مجال سعبهش مولوده هده اه تقديرا 10 بالليل لو بالنهار بالليل بالليل اوكي 3-4-1988 داعش قنوس بالليل اوكي هده اتي من مواليد برج الحمل مثل ما ذكرت لج اطالع القوس من ناحية الزواج ما عندك اي مشكلة اه اللي انتي ولتي بها كانت في برج الجوزة وحاليا ايضا هي في برج الجوزة فما بقى شي هي خلي حاليا حتكون بحالة تراجع هذا الكوكب رح يكون بحالة تراجع خليها من 27-6 رح تبدي عندك فرصة كلش قوية تستمر لغاية اه من 27-6 لغاية ثمانية ثمانية مع ذلك انتي بما انه طالعك القوس البيت السابع عندك بالجوزة فهذه السنة بها فرص كلش قوية ان شاء الله من ناحية الارتباط والزواج تستمر لغاية 36 من السنة الجاية وحتى يعني تقريبا خلي نقول شهر سبعة اهي شي شي رح يكون فترة ايجابية اليك من ناحية الزواج والارتباط ان شاء الله السؤال اخر هده السؤال سأعني بالنسبة فضلي مواليد 74 يوم واحد اربعة ساعة اربعة تراجع هذا ايضا برج الحمل شن السؤال اشعالي عمل صحة او عمل حابة صورة اوكي من ناحية الصحة هذا مواليد برج الحمل عانى وفي ضغط في مجال الصحة من نهاية السنة الماضية وما زالوا رح يستمر هذا الضغط لحيد تقريبا ثلاثة سبعة بعد ثلاثة سبعة وضعهم الصحية رجاء طبيعي ان شاء الله على طول السنة ما عدم مشيد عور القلع من ناحية الحظ هذا الانسان مع الاسف غير محظوظ على اعتبار انه عنده رقم ثمانية فبالتالي من النوع اللي نجاحه بالحياة يعتمد على اجتهاده الشخصي وليس على انصر الحظ اوكي هدا شكرا يا بينا ناخد تصال اهلا اهلا نعم اهلا مساء خير مساء نور اهلا مساء اهلا مساء اه بيساني جواج يعني حددتك اني موعد جواج يوم سبعة عشر خمسة سبعة عشر خمسة لا ما يعني هذا اليوم لا ما رح يكون يجابي تحددتها انتي يعني اني يعني بعد تحددتها يعني انتي لو سامعة من بداية السنة يعني قلتها يعني يوم سمعت اني سمعت هذا الشي بس هذا الشي مفتر علي بعض يعني اعقوب بيا والله ما ادري بعد شا قليجب خلي نشوف اول شي شقد موعدتك انتي موعد عشر ثمانية ثلاثة وسبعين عشر ثمانية خمسة وسبعين لا ثلاثة وسبعين ثلاثة وسبعين اوكي الاسم الكريم نعم والذودي اثماء الستة الاسم الكريم فاطمة 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 يوم يوم السبعة عشر رح يكون القمر بالحمل يعني ام تقريبا يكون يوم يوم ايجابي اليش من ناحية الحظ العاطفي والمالي بس المال الزواج ما يعني ما انصحش بس اذا مثل ما ذكرتي اتحددتي وخلاص فما اقدر اقوليش لا بعد قيمة ان شاء الله خير الله يتممها بخير ان شاء الله هوا اش قد قتيني اثماء الستة اثماء الستة اي سنة اثماء الستة ان شاء الله تكون زينة شكرا لك شكرا لك شكرا لك يعني العلاقة تقريبا فوق جيدة ان شاء الله اوكي فاطمة شون ما سمعتك الطالق المن المن ستة الصباح جاية عشرة ثمانية ستة سبعين ستة الصباح طالع الاسد انت برج الاسد طالع الاسد ايضا يعني اسد برج الاسد وطالع الاسد اي نعم اوكي فاطمة واقع محب واحد واثنين مماتي واحد واثنين اي نعم واحد واثنين واثنين ثمانية تسعاش وزوجت اثنين وثلاثة وخمسة ان شاء الله اكون جاوبتك اسف فاطمة مشاهدين الكرام نصل بكم الان الى ابرز صفات مولود اليوم الثامن من الشهر من يولد في اليوم الثامن من الشهر تكون لديه موهبة خاصة فيما يتعلق بالاعمال بحيث ان باستطاعتها ان يقوم وان يخطط للأعمال الكبيرة لديه قدرات قيادية جيدة كما باستطاعتها الحكم على القيم التي يتبعها الاخرون يجب ان يحاول تأسيس عملا خاصا به وذلك لرغبته الشديدة في السيطرة كذلك هو شخص يعتمد عليه بصورة عامة قدر تعلق الامر بالتعامل بالنقود حيث يمكن ان توليه الثقة من هذه الناحية لديه طبيعة محبة للمثالية وغالبا ما يجد وقتا كافيا للقيام بالقضايا ذات الاتمام الكبير بخاصة عندما تحتاج هذه القضايا الى من يديرها يمكن له ان ينجح في جمع الممتلكات اذا المشاهدين الكرام الى هنا نأتي الى ختام اخبار الفلك لهذا اليوم الى انتقيكم يوم السبت المقبل الى ذلك الوقت اصدقكم الله تقبلوا تحياتي وتحيات اسرة البث من تفزين شرقية مع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة